التقيت برجل يدعي أنه من المجتهدين في بلده ويحفظ القرآن كما يحفظ ذاته ولكنه يجهل السنة جهلاً تم والله لا يعرف منها شيئاً أبداً لا السنة التي جاعت في التوحيد ولا السنة التي جاعت في العبادة ولا السنة التي جاعت في السم والطاعة يجهل السنة جهلاً مركباً وهذا الذي يا أخوان أوقع الأمة هذا الذي أوقع الأمة في الخلل وأوقع الأمة في الخلاف هل تعلمون أن ما قرى في بعض الدول الإسلامية هي عقوبة من الله عز وجل بسبب مخالفة السنة صاح الشيطان بهم في تونس أنثوروا على سلطانهم فقام علماء أهل السنة يحذرونهم لكن أصوهم وذا حصل صاح الشيطان بهم أيضا في عين في مصر أنثوروا ثوروا ثورات المباركة عوذ بالله هل في الثورات شيء مبارك؟ اسم الثورة يشعر بالإشمئزاز ولا يشعر بالخير ثوروا الحرية ثاروا في ليبيا وعصوا العلماء في قول أهل العلم اصبروا على ما عندم عليه من الشر فإنه خير لكم من الثورة فما أطعوهم فوقعوا في الدماء والجوع والخوف والفرقة حتى يقال الآن أن ليبيا كل مدينة دولة لها حكم خاص ولها مرور خاص ولها نظام خاص وهذا والله ما طلب الكفار أهل السنة يحذرون من هذه الأفعال لأنها تهدم الدين القول بخلق القرآن كفر عند بعض أهل العلم فلما قاع الفقهاء والعلماء عند الإمام أحمد قالوا يعني لا نرضى بعمرته ولا نرضى قال لا أصبروا أصبروا حتى يستريح برهم أو يستراح من فاقر تراق الدماء ترمل النساء وهو مسجون من الإمام ومع ذلك يقول أصبروا عليه أما هؤلاء الذين أثاروا ما سكنوا حتى أن كانت أسمع في نداعاتهم في الشوارع ماذا ينادون؟ حل منهم من يقول التوحيد التوحيد نريد أن يقيم التوحيد نريد أن يقيم السنة لا أنصر منهج سلف الأم لا الحرية الديمقراطية العدل في الثروات وما شاء الوظائف الخبز يرخص كلها مطالب الدنيا ما كانوا يعني يقولون السنة والتوحيد لأنهم لو كانوا يعرفون التوحيد والسنة لنزموا السكينة ولنزموا أقوالها للعلم ولكن قهل السنة فصلت الله عز وجل عليهم ما هم فيه الآن من الأمر المريك بسبب مخالفة السنة